بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تحدثنا في الحلقات الماضية أن المصدر الأول للثقافة الإسلامية الأصيلة هو القرآن الكريم في هذه الحلقة نتكلم حول أنه ينبغي علينا أن نجعل القرآن هو الميزان فتعرض عليه جميع الأفكار وجميع الأعمال وحينئذ إذا وجدنا أن هذه الأعمال وهذه الأفكار لا تتعارض مع القرآن الكريم وتتوافق مع القرآن الكريم نعتبرها أعمال المشروعة وإلا فلا وكمقدم لذلك نقول بأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون جعل لكل شيء ميزان الله عز وجل يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطقوا في الميزان لأنه لتشخيص الصحيح من السقيم لتشخيص الفاسد من الصالح لتشخيص الحق من الباطل نحن نحتاج إلى ميزان هذا الميزان يقاس بالنسبة إليه الأشياء فإذا تطابق الشيء مع ذلك الميزان علمنا بأنه صحيح حق وإذا لم يتطابق مع ذلك الميزان علمنا بأنه ليس بصحيح أنه باطل أن فيه زيادة أو نقيصة فلكل شيء ميزان والآن حتى في العلوم التجربية المختلفة وكذلك في سائر العلوم توجد موازين ولكل شيء ميزان بحسب ذلك الشيء هذا الميزان يشخص الصحيح من السقيم حتى بالنسبة إلى فكر الإنسان هناك علم المنطق وعلم المنطق يسمى علم الميزان لأنه الميزان الذي يقاس به الأفكار الصحيحة من الأفكار غير الصحيحة لاستنتاجات الصحيحة من الاستنتاجات غير الصحيحة نحن نأتي الآن بالنسبة إلى القرآن الكريم وبالنسبة إلى الثقافة الإسلامية وبالنسبة إلى عموم الإسلام كيف نشخص أن هذا العمل من الإسلام أو ليس من الإسلام هذا العمل ضد الإسلام أو ليس بضد الإسلام يجب أن يكون ميزان هذا الميزان أول ميزان هو القرآن الكريم فلذا نحن أي شيء أي فكرة أي عمل ينبغي أن نعرضها على القرآن الكريم ولذا حتى نحن نشاهد في روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأئمة يصرحون يقولون ما خالف كتاب ربنا فلم نقله يعني إذا استمعنا إلى رواية هذه الرواية منسوبة إلى أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ووجدنا أن هذه الرواية تتعارض مع القرآن تتناقض مع القرآن تخالف القرآن الكريم الإمام يقول لم نقله هذا الكلام لم يصدر منا لأن جميع ما صدر عن رسول الله وعن الأئمة المعصومين عليه وعليهم الصلاة والسلام كان حق متطابق مئة بالمئة مع القرآن الكريم أو بعبارة أخرى وكلام الرسول ولأئمة بيان للقرآن وليس مناقضا للقرآن الكريم في رواية أخرى ما خالف كلام الله أو كلام ربنا اضربوا به عرض الحائط عرض الجدار يعني ليس فقط لم نقله بل هذا الكلام منحول إلينا ومكذوب علينا ويستحق هذا الكلام بأن يضرب بعرض الحائط وكذلك هناك يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام بأنه في بعض الأحيان يأتي عنكم الخبران المتعارضان هناك خبران يأتيان عن الإمام أو عن رسول الله متعارضان خبر يقول بالحلية خبر يقول بالحرمة وإذا الإنسان الآن راجع المجاميع الرواية يجد في بعض الأحيان روايتان متضاربتان فيسأل الإمام ماذا نعمل الإمام يبين له منهج لتشخيص الصحيح من السقيم أول نقطة في ذلك المنهج هو أنه يعرض الخبرين على القرآن الكريم الذي وافق القرآن أأخذ به والذي خالف القرآن أتركه وتنحى عنه لماذا؟ لأن القرآن هو الميزان وكذلك في الأمور الثقافية أي عمل من الأعمال الثقافية أو ما يرتبط بالثقافة هذا العمل نحن يجب أن نأتي به إلى القرآن الكريم لأن القرآن هو الميزان فنعرض هذا العمل على القرآن الكريم نعرض هذه الفكرة على القرآن الكريم هذه الثقافة تعرض على القرآن الكريم إذا وجدنا هذا العمل هذه الفكرة هذه الثقافة تنطبق مع القرآن الكريم تتوافق مع القرآن الكريم فحينئذ نأخذ بذلك العمل وبتلك الفكرة وبتلك الثقافة ونطمئن بأن هذه الثقافة وهذا العمل مأخوذ من صميم الدين ولكن إذا وجدنا أن هذا العمل لا ينطبق مع القرآن الكريم يتعارض مع القرآن الكريم يتخالف مع القرآن الكريم فحينئذ نعلم بأن هذا العمل أو هذه الفكرة أو هذه الثقافة إما من العادات الجاهلية وإما استوردت وإما دخلت بأي طريقة من الطرق في ضمن عادات المجتمع وتقاليد المجتمع فيجب إصلاح الأمر بإزالة تلك الفكرة أو تلك العادة أو ذلك العمل من المجتمع بالطرق المشروعة التي يبينها القرآن الكريم مثلاً كمثال على ذلك بالنسبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه هناك وردت روايات كثيرة حول الإمام المهدي طبعاً الإمام المهدي محل اتفاق بين المسلمين أجمع جميع المسلمين يعتقدون بأنه سيظهر في آخر الزمان المهدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئ الظلماً وجوراً والجميع متفق على أن المهدي هو من ذرية فاطمة عليه الصلاة والسلام هناك روايات كثيرة تتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الروايات بالآلاف وطبعاً كبقية الروايات قد يكون فيها الغث وبعض الروايات المكذوبة لأنه كما نعلم في حياة الرسول كثرة الكذاب عليه فكيف بعد حياته وهذه نقطة سنفصلها بعد قليل إن شاء الله تعالى فهذه الأحاديث التي وردت حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن نأتي بها ونعرضها على القرآن الكريم أكثر هذه الأحاديث لا تتعارض مع القرآن الكريم بل القرآن الكريم يصدقها فنأخذ بهذه الأحاديث ولكن هناك مرويات تتعارض مع القرآن الكريم فلأنها تتعارض مع القرآن الكريم نضرب بها عرض الجدار مثلا هناك مروية مكذوبة بأن المهدي حينما يظهر يبقر بطون الحبالة هناك حبالة المهدي يبقر بطونهم لماذا؟ لأن أزواجهم مثلا التجأوا إلى الروم طبعا إذا المرأة لها جرم وتستحق القتل ولكن الجنين الذي في بطنها القرآن يقول لا تزر وازرة وزرة أخرى وهذه الجملة الآية تكررت في القرآن الكريم مرات متعددة لا تزر وازرة وزرة أخرى ولذا من مسلمات الفقه أن الحامل إذا وجب عليها الحد وإجراء الحد كان يضر بالجنين فلا يجرى عليها الحد وإنما ينتظر إلى أن تضع حملها بل أكثر من ذلك في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إمرأة جاءت وأقرت بالزنا عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكانت حبلة فقال لها اذهبي وضعي مولودك بعد أن وضعت مولودها جاءت وتطلب من الإمام أن يطهرها فالإمام قال لها أرضعيه صحيح الآن بولادة الطفل يمكن إجراء الحد على الأم ولكن الطفل أيضا له حق إنساني أن يرتضع من أمه اذهبي به وأرضعيه فذهبت وسنتان أرضعته وبعد ذلك جاءت للإمام عليه الصلاة والسلام وأيضا الإمام صرفها وقال لها اذهبي وربي هذا الطفل والقضية مفصلة ومذكورة في سيرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فالأم إذا كانت مجرمة تستحق القتل والإعدام ولكن الجنين ما ذنبه لا تزر وازرة وزر أخرى فحينما نحن نأتي وهذه المروية نعرضها على القرآن الكريم يبقر بطون الحبالة نجد أن هذه المروية تتعارض مع القرآن الكريم فنرمي بها عرض الجدار هذا الميزان الأول للثقافة الإسلامية الأصيلة هو القرآن الكريم الميزان الثاني هو سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأن سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله التجسيد العملي للقرآن الكريم وتوضيح وتبيين للقرآن الكريم لأنه في بعض الأحيان حينما تذكر فكرة هذه الفكرة قد لا تكون واضحة لدى الكثيرين إلا إذا ذكر لها مثال والآن أنجح أسلوب في التدريس أو في إلقاء المحاضرات والمجالس هو دعم الفكرة بمثال والقرآن الكريم استعمل هذا الأسلوب أسلوب القصص يعني ضمن الأفكار السامية في قصص ولذا هذه الأفكار السامية في القصص تكون أسحل للقبول الأفكار التي موجودة في القرآن هذه رسول الله جسدها بشكل عملي وبينها باللسان فتبيين باللسان وتجسيد عملي لهذه الأفكار في السيرة والله عز وجل في القرآن يقول أنه الله عز وجل أنزل القرآن على رسول الله لماذا؟ يقول لتبين للناس ما نزل إليهم حتى رسول الله يبين للناس باللافظ بالشرح وبالعمل مثلا الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي الآية الشريفة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة هذا لتشريع الحكم ولكن الصلاة تحتاج إلى بيان مرة رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن للمسلمين كيفية الصلاة أن تبدأ بالتكبير وتقرأ الحمد وكذا 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 مرة قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي أمامهم صلى لكي يصلوا كتلك الصلاة فسنت وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله تجسيد قولي وعملي للقرآن الكريم ولذا كما ذكرنا أن كثير من الأحيان الإنسان لا يفهم الفكرة إلا في مثال ولذا الله عز وجل جعل الأسوة لماذا إبراهيم أسوة لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لأنه تجسيد عملي للقرآن الكريم ولما يريده الله سبحانه وتعالى فنتخذه قدوة وأسوة ونحاول أن نقلده في أعمالنا وطريقتنا في الحياة المشكلة الكبرى هو أنه كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله فنسب إلى رسول الله كثير من الأمور ورسول الله صلى الله عليه وآله عن تلك الأمور بريء بل كان بعض الأحيان رسول الله يبين شيئا ثم ينسب خلاف ذلك الشيء إلى رسول الله طبعا القرآن الكريم سليم عن التحريف الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن من التحريف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلذا القرآن ليس محرفا ما بين الدفتين كما أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول والذي جمع القرآن هو الله سبحانه وتعالى لا شخص آخر الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن علينا جمعه فما يقال من أن فلان وفلان وفلان جمع القرآن هذا الكلام يتعارض مع هذا النص القرآني المشهور في أذهان الناس أن عثمان بن عفان هو الذي جمع القرآن ولكن هذا ليس بصحيح وإنما الصحيح أن القرآن جمعه الله سبحانه وتعالى جمع في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الله عز وجل أمر الرسول فجمع القرآن وهذه الآية إن علينا جمعه لا على الخليفة الثالث أو غير الخليفة الثالث فبناء على ذلك القرآن سليم عن التحريف وهذا الآمر أراده الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الضمان من التحريف من الزيادة والنقيصة لم يجعل لما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسنة الرسول صلى الله عليه وآله تعرضت لبعض تحريفات الكذابين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وبعد الرسول فاختلط الغث بالسمين ونحن يجب علينا أن نميز بين الغث والسمين لأن سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله مصدر وفي حديثنا المصدر الثاني لمصادر الثقافة الإسلامية الأصيلة فإذا لم نميز بين الغث والسمين تصورنا أن الغث هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله فحينئذ نواجه بإشكالية في عملنا نعمل أو نفكر بطريقة هي خلاف الطريقة الإسلامية لأننا كنا نتصور بصحة حديث بصحة رواية وفي حين أن تلك الرواية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لماذا كثر الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك بحث آخر سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى لأن التطرق إليه مفيد لأن نبتعد عن الدس الذي كان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى كل حال المصدر الثاني من مصادر الثقافة الإسلامية هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله والذي حفظ السنة النبوية الشريفة نقية من دون زيادة ونقيصة هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسرا لا غير ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لم يقل كتاب الله وسنتي وما يروى من قوله كتاب الله وسنتي هذا موضوع بشهادة أئمة الحديث وهذا وضع ليقابل كتاب الله وعترتي أهل بيتي فالذي حفظ الحديث النبوي الشريف هم أهل البيت حصرا لا غير ولذا قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولأن في هذا الكلام تفصيل ويحتاج إلى تبيين أكثر وذكر لشواهد على ذلك نترك هذا الأمر إلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تحيى العقول إذا كانت 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 ت